بسم الله الرحمن الرحيم ازايك وحبيب اخباركو ايه يا رب دايما تكونوا بقى الحقيق كل سنة وانت طيبين خلاص آآ 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 رمضان بيجري والعيد والعيد خلاص آآ جاي على خير كل سنة وحضراتكو طيبين وانا نوها مقلد من قناتنا وفود وان شاء الله النهاردة هنعمل احلى حاجة في الدنيا هنعمل ريحة الكحك يعني كانك ما شفتاش من قبل كده يعني ريحة الكحك اللي هنعملها مع بعض ان شاء الله يعني حاجة كده من الاخر يعني انا فضلت يومها طول النهار باختل ايديا منها وهي ما شاء الله مثبتة يعني جاحة جميلة جدا وهنعملها بمكونات سهلة جدا وممكن تعملها وتسيبها عندك في التلاجة تستعملها في اي وقت يعني ممكن تحطها كمان على القرصة النعمة يعني ممكن تعمل كميات وتسيبها عندك في التلاجة وتستعملها وقت ما تحب بس فعلا 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 يعني مع عمرها ما هتب زي اللي تشتريها من بره يعني اللي انت في عاملها على ايدك يعني احلى بكتير ايه بقى المكونات انا هقولك المكونات طبعا بس برضو هكتبها لك في صندوق الوصف المكونات عبارة عن ايه عن معلقتين كبار من زر الورد ده بيجي من عند العطار معلقتين كبار من زر الورد ومعلقة كبيرة ومعلقة شمع ومعلقة محلق معلقة كوبا بصينة ونص معلقة اه حبها مطحون او او شوفها تجديه ايه او حصة اللي هو حب يعني ونصلم على ارفة لو جبت يوم حصة او حب زي ما هتلاقيه يعني هتصحانيه عندك في الكاب زي ما زي انا ما عملت كده الحاجة الوحيدة اللي كانت عندي مطحونة جاهزة هو الكبابة الصيني اللي انا بحطهم حالا دلوقت الكبابة الصيني والااا والارف والفانيليا تحط كميل اللي انت عايزها ممكن تحطي عبوتين تلاتة يعني من اللي انا حطهم دول او لو تحطي كياس تحطي يعني خمسة كياس يعني عليهم يعني كميل اللي انت عايزها يعني وتطحنون كويس جدا شايف انا حطيت ايه حطيت الزير الورد الاول وتحنته يعني بيبقى يعني ايه بيوخد الحيز كله بتاع المطحنة وحطيت عليه وحطيت الشمر وحطيت المحلق والحبة هندي الحبة هندي كان كان حب وطحنتهم كويس جدا وحطيت بقى بعد ما دربتهم رح تحط عليهم الفانيليا وحطيت عليهم الارف وحطيت عليهم كبابة بس طين وهنا بنخلهم يعني تنخلوهم كده بالمصفل الديقة دي علشان وانت بتعملي تحكس ان شاء الله ربنا يا رب يعود عليكم بكل خيء ما يبقىش في حاجات تزعالك يعني او تضايق كنت تشتغل شايفين انا نعمت ازاي يعني هتحنو كمان مرة وانخلو تاني يعني فعلا جميل جدا يعني بصراحة حجم الاخر يعني هتخلي الكحك بتاع الجاي باخر الشارع من من الحاجات اللي احنا قلناها المقونات اللي احنا حطناها مع بعض ديت كلها كلها يعني نباتات ريحتها جميلة وما بتحطوه على بعض بصراحة ريحة اجمل واجمل ان شاء الله يعني رحت الكحك هتعجبك جدا هنشوف هننخلو تاني هو لان طبعا هو بياخد يعني لو عندك الكبة صغيرة ده هتساعد الكفير واحسن من ان انت تشترهم على فكرة مطحونين جاهزين ما تعملوهم عندك في البيت احسن بكترة ما تشترهم جاهزين مطحون جاهز بيديك ريحة اجمل بكتير اهو شايفين ما شاء الله هتحط ممكن على كل كيلو معلقة صغيرة مليانة من من ريحة الكحك كل كيلو دي هتحطو له معلقة مليانة من ريحة الكحك هتدي ريحة جميلة جدا وحتى لو قطرت ما فوهوش منه اي مشاكل يا رب يعجبك ويا رب ما تنسونيش باللايك والشير وما تنسونيش تشتركوا في قناتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته